هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا جدا. يخص شباب ورجالة كثير جدا. هنتكلم عن مشكلة الضعف الجنسي. الضعف الجنسي اسبابه كثيرا جدا 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 من انها مارض السفر تاني حاجة مشاكل بروستاتا اللي عند الجالة كثير وبيهملوها ممكن تؤدي لمشاكل كبيرة جدا. فلازم يعني اول ما يحصل ضعف جنسي كل ما احنا بنعمل العلاق بدل كل ما بيكون ده افضل. لاني بيبقى مرحلة خلاص ما فيش علاج وللأسف ما بيبقاش قدرنا دل الدعامة مع دكاترة الزكورة وطبعا الدعامة الاحساس ما بيبقاش زي الاحساس الطبيعي لما بيحصل انتصاب طبيعي. فكل ما احنا بدأنا مرحلة العلاق بدلت كل ما تجنبنا ان احنا نوصل للمرحلة دي اللي هي بتوصل بتبدأ بضعف جنسي وبعدين عاجز جنسي كلي وفي الحالة دي زي ما قلنا ممكن نوصل للدعامة. طيب ازاي ننحق الموضوع قبل ما نحتاج نوصل للدعامة. اه ايه هو اصلا? الضعف الجنسي بيحصل ازاي? بيحصل اه او العملية الجنسية الاول بتحصل ازاي? بتحصل الاول المخ بياخد اشارة اه لم يكون فيه استثارة. فبتدي تنبيه. الاشارة بتروح للعصب والعصب بياخد اشارة من اه بياخد تغزية او تروية دموية من الدورة الدموية. سواء كانت الكبيرة او الشعيرات الدموية الصغيرة. وبعدين آآ بيتم افراز مادة اسمها الكاسم بتشاهد بلوكر. دي مسؤولة عن تمدد الشرايين كلها بتاعة القاضي. آآ وبالتالي بيحصل بعد من كاسم بتشاهد بلوكر بيتم افرازه. بيحصل الانتصاب. خلاص? عايش انا دخلت لكم في مصطلحات بس ارتهنت. ما هيفهم ليه? انا شرحت لكم المصطلحات دي. لان من طبيعة الشكل الطبيعي لعملية الانتصاب. هيكون الشكل هيكون شكل العلاق. تمام? العلاق او برعا ان يبقى. احنا اتكلمنا على الدورة الدموية الدقيقة. اتكلمنا عن الكالسي من شنال بلوكر. اتكلمنا عن الاعصاب. وحنزود عليهم العضلات. علشان ايه? اهمية العضلات ان هي لما العضلة بتبقى قولة بيمنع سرعة القاسم. فهو دي بصدبط الحاجات اللي تتكلمنا عليها. هي دي هتبقى نفس طريقة العدية. آآ اذا كان السبب السكر. آآ او آآ ضعف جنسي بقى بسبب التدخين. بسبب آآ بسبب آآ تناول بعض المواد المخدرة. بسبب السن. كل الحاجات دي ليها آآ ليها طريقة علاق. او لو بسبب البروستاتا بنعمل نفس طريقة العلاق بس بلاس نعمل تنشيطه علاق للبروستاتا عن طريق جهاز بيدخل جوه البروستاتا بيعمل تنبيه الكهربائي للعضل. فبترجع ان شاء الله الكفاءة بتاعت البروستاتا زي الاول تاني. آآ لو مفيش مشكلة في البروستاتا بنبدأ الجلسات بنفس اللي احنا شرحناه بنعمل الجلسة. في جهاز امريكي بيشتغل عالدورة الدمائية الدقيقة. في جهاز ايطالي بيشتغل على الاعصاب. في آآ المادة اللي بسمعه كالسي متشان البلوكورد بنديهالك من برة عن طريق جهاز امريكي اسمه الايونتوفوريزس او جهاز التقايم. دي طريقة من طرق العلاج الطبيعي. بندخل المادة دي او العلاج ده جوه الجهاز وبيدخل لمنشعيين الدقيقة بتاعة آآ آآ العضو الزكري. وبيحصل آآ الانتصاب. آآ وبعد كده بنعمل آآ تأهيل للعضلات عن طريق تنبيه كهربائي بشكل معين. بحيص ان احنا نقوي العضلة من قبضة فينمنع في نفس الوقت سرقة القصف. لو انت ما عندكش سكر النتيجة بتبقى سريعة. بنحتاج ممكن كرسي واحد وبتبقى كويس. وكرسي بيبقى ست ايان. وبنحتاج فيه آآ تلات مرات آآ العلاج بجهاز التأيين الامريكي. ولو انت عندك سكر لأ بنبدأ اقل حاجة بيبقوا تلات اسابيع. وممكن نزود شوية على حسب بالسكر ما عندك بقيله قد ايه. بس في الاخر نحب انتوا منكم نخي علاج. وربنا ينزوكوا بالسعادة وحياة زوتية سعيدة. آآ كان معايكو دكتورة راني السيد عبدالعين. دكتورة واستشارة لعاكي الطبيعي للمخ والاقصى وي الارد الموين. شكرا.